الحمد لله رب العالمين وأصليه وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه إذا جاءه طالب حاجة يعني ساع في أمر من الأمور أقبل على جلسائه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال لهم اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله أو نبيه ما أحب وفي رواية ما يشاء هذا الحديث الشريف فيه طيب خصال النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حرصه على قضاء حوائج الناس فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه طالب حاجة أي يطلب حاجة لنفسه أو لغيره أقبل على أصحابه على جلسائه مذكرا لهم بفضل الشفاعة وهي التوسط للغير في جلب خير أو دفع ضر فيأمرهم صلى الله عليه وسلم قائلا اشفعوا اشفعوا أي توسطوا لغيركم عند من لا يتمكن من الوصول إلى حاجته إلا من طريقكم أو عندما لا يتم له مراده إلا من قبلكم ومن جهة توسطكم اشفعوا فالوساطة في الخير مأمور بها وقد قال الله تعالى في كتابه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها والشفاعة الحسنة هي ما أوصل إلى مباح أو ما حقق مصلحة ودرأ مفسدة سواء كانت دينية أو دنيوية فهي ما يوصل إلى المباحات من أمر الدنيا وما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة سواء كانت دينية أو دنيوية كالإصلاح بين الناس والتوسط لهم في إسقاط الحقوق أو في الإنظار عند المدينين أو نحو ذلك مما يكون به مصلحة ولا فرق في ذلك في الشفاعة المأمور بها بين أن تكون عند السلطان أو عند ذي الجاه أو عند أحد من الناس فكل من كان لا يصل الإنسان إلى حاجته إلا بالتوسط فإن التوسط فيه من دوب لكن هذا في الشفاعة الحسنة وهي التي توصل إلى مباحة أو تحق حقا أو تبطل باطلا أما ما كان من الشفاعات التي ينتزع فيها الإنسان ما لا يستحق أو يسقط فيها حقا من حقوق الله وحقوق الخلق فذا كمذموم وهو المذكور في قوله ومن يجفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي يكون له نصيب من إذمها ووزرها وعقوبتها فينبغي الإنسان أن يحرص على الشفاعة التي يتحقق بها الخير ويحرص على إعانة إخوانه فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمثوبة المرتبة على الشفاعة حثا للناس على الإقبال عليها قال تؤجروا أي تثابوا وتدركون بذلك أجرا وثوابا من الله عز وجل فبالشفاعة وحصولها يدرك الإنسان الأجر والمثوبة ولا فرق في ذلك بين أن يدرك الإنسان ويتحقق بالشفاعة المطلوب أو لا يتحقق إنما الأجر المرتب على الشفاعة مجرد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب في رواية ما يشاء يعني من إمضاء الأمر أو عدمه فالمندوب هو اشتغال الإنسان بحاجة أخيه وبذله الوسع في إدراك هذه الحاجة إن حصلت فذاك فضل الله للجميع وإن لم يحصل فالشافع عائد بالأجر والمثوبة وهذا من حقوق أهل الإسلام والشفاعة من حيث الحكم تنقسم إلى أقسام فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب مندوب ومنها ما هو محرم المحرم الشفاعة السيئة ومن ذلك الشفاعات في انتزاع حقوق ليس للإنسان فيها حق أو إبطال حق وإسقاطه سواء كان حق لله أو حق للخلق إذا كان في إسقاطه ما يترتب على ذلك من الظلم أو البغي أو الاعتداء أما ما يتعلق بالواجب من الشفاعات هو ما كان يتحقق به واجب شرعي وفي مقدور الإنسان أن يشفع أما ما يندب إليه فهو الأصل في الشفاعات التي توصل إلى المباحات وتوصل إلى الخير غير المتعين الواجب من جلب خير أو دفع ضر وقوله تؤجر لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجر لم يعين الأجر إنما أثبت أصله وذلك أن الأجر يتفاوت بقدر ما يحصل بالشفاعة من نفع فإذا عظم الخير المرتب على الشفاع عظم الأجر وذلك أنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع فالأعمال ذات النفع المتعدي يعظم أجرها بقدر ما يترتب عليها من المصالح والمنافع فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من خير عبادك لعبادك وأعنا على ما فيه الخير والرشد وصلى الله وسلم على نبينا محمد